حذر وزير الخارجية الفرنسي جانف لودريان من كارثة إسانية في إدلب والتي قد تكون الهدف المقبل للنظام السوري وقال لودريان إن عدد سكان إدلب يبلغ حاليا نحو مليونين نسمة من بينهم مئات الألاف من السوريين النازحين واقترح لودريان أن تتم تسوية مصير إدلب ضمن عملية سياسية تتضمن نزع سلاح الميليشيات كما وصفها واعتبر أن روسيا تستمر بإنكار حقيقة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيموية وبعدة مرات معتبرا أن حمايتها لبشار الأسد غير مبررة